بالألعاب النارية التي زينت سماء بغداد وأصوات منبهات السيارات في شوارعها احتفلت ساحة التحرير ليلة أمس السبت وحتى ساعات متأخرة بتجمعات شعبية بمناسبة انتصارات القوات الأمنية في عمليات تحرير مدينة الفلوجة والله فرحانين وإن شاء الله الفرحة تدوم على الشعب العراقي يجمعين وإن كل جهات الأمنية والحجد الشعبي وإن شاء الله الأمن والسلام على العراقيين جميعا اليوم أنه وقفة موحدة لازم اليوم الكل يقف وقفة موحدة مع قواتنا الأمنية والحجد المقدس وبالتالي اليوم الفلوجة اتحررت وإن شاء الله أنه من بعد الفلوجة إن شاء الله الموصل ما جميع من الشباب والناشطين المدنيين وشيوخ العشائر خرجوا في احتفالات عفوية وسط العاصمة رافعين الآلام العراقية لتحية القوات الأمنية وانتصاراتها كما أن طوابير من المركبات استفت في شوارع بغداد أريد أن نقدمها لها الاحتفال ورفعناها لأعلام العراقية ببغداد ومنتصف الليل حيث سعى بالوحدة باللييل نقولهم هذا ذا دال الدال إنه دعمنا المعنى للجيش العراقي والحجد الشعبي ونقولهم إحنا وياكم بالانتصارات قلبا وقالبا إن شاء الله كما انضمت قوة من الشرطة المجتمعية للاحتفال مستذكرة الشهداء بدقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة معبرين عن تضامنهم مع جميع أصناف القوات الأمنية التي تقاتل داعش طالعتنا هذه الانتصارات الكبيرة لقواتنا الأمنية وتحرير مدينة الفلوجة بعد أن كانت أسيرة بيد الدواعش وتم تحرير أهالي مدينة الفلوجة مدينة المآذن الحاضرون تمنوا التوفيق والنصر في عمليات التحرير القادمة لمدينة الموصل التي يحتلها داعش منذ عامين متخذين من باحة منزل الجندي مصطفى العذاري الذي أعدمه داعش في الفلوجة مكانا لإطلاق أهازيج النصري في وقت لاحق من ساعة الاحتفال استبرق حسن الحرة بغداد